هذا السائل يقول أحسن الله إليكم ما هو الإعجاز في القرآن الكريم الذي تحدى به الله تعالى المشركين من كل وجه الإعجاز فيه من كل وجه من ناحية لفظه ولغته من ناحية معانيه وإحاقته من ناحية عدم القدرة على الإتيان بآية أو سورة من مثله فالإعجاز من كل النواحي من ناحية معانيه وما يستمل عليه من الفقه والعلم والأخبار الماضية والمستقبلة ما فيه كتاب مثل القرآن في هذا